بالتأكيد الأردن النشامة التي تستحق الحياة على ما تعطي وتقدم وتنجز على جميع الأصعدة نشاهد هناك ثورة عمار كبيرة بالنسبة للمواطن الأردني والشغل الشاغل للبحث عن همومة وطموحة وأيضا هذا الشعب المبتكر والباحث عن الحياة فحقيقة الأردن كانت لها صورة من الجماليات الكبيرة عندما زرنا أردن النشامة شاهدنا هناك دقة وعمل دؤوب من أجل أن تكون هذه البلد العربية العزيزة متصدرة في المشهد العربي فكل الحب والتقدير إلى شعب الأردن شعب النشامة الذي دائما يبحث عن الحياة ويبحث عن السلام وأيضا مشاركة العربية لبلداننا العربية في التصدي والوقوف في جميع الأزمات العربية وخاصة القضية الفلسطينية التي كانت هي محط أنظار الأردن ومساندتها للقضية الفلسطينية فبالتأكيد يا سلام كان هذا هو المشهد المتوحد بين بلداننا العربية وأيضا ثقل الأردن بخطواتها تجاه فلسطين نعم الأردن الحبيب حقق العديد من النجاحات والإنجازات خلال عام 2022 لكي تستمر الأردن في مسيرة النجاح اللي وضعها جلالة الملك رغم كل الصعاب والتحديات اللي حثت خلال العام الماضي تقرير عن الأردن في عام 2022 محملا بتفاصيل وتطورات وإنجازات لم تستثني قطاعا مر العام الأول من المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية حيث قال الأردن كلمته ونفذ فعلته في مواقف وقضايا مركزية ومحورية على مختلف المستويات المحلية والعربية والعالمية فلما ظن المهربون أن لحدود الأردنية أن تجساز وأن لدماء القوات المسلحة أن تستباح جاءهم الرد قاسيا وسريعا فكلمات جلالة الملك جاءت واضحة وتعليماته مشددة أعلن بها حربا بلا هوادة على المهربين فتغيرت قواعد الاشتباك ليمسي كل من يقترب من الحدود بطريقة غير مشروعة مشروعا للقتل والتدمير فدم الأردني كما حدوده مقدسة ولأن الإصلاح منهج ارتضه وأسسه جلالة الملك متحمل الراية الهاشمية وتتمة لشطر الإصلاحات الجديدة التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت تعديلات دستورية ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيزا لاستقلالية العمل البرلماني وبعد تأجيل واستكمال إدخال تعديلات مفصلية على قانون الإدارة المحلية كان الاستحقاق الدستوري حيث توجه الأردنيون لصناديق الاقتراع في 22 من أذار لاختيار ممثلهم في مجالس البلدية واللامركزية في طقوس كرست مفاهيم الديمقراطية التي زامنت الدولة منذ التأسيس ولأن القضية الفلسطينية حاضرة وتعتلي سلم الأولويات الأردنية انطلاقا من جملة ثواب تغير قابلة للتغيير وويصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبعد اجتداد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تداعت اللجنة الوزارية العربية لتلبية دعوة الاجتماع طارئ دعت له عمان في نيسان مواجهة هذه الإدعاءات ورافضة تلك المساعي الاحتلالية لتغيير وضع قانوني وتاريخي ثابت ومتأصل في الأقصى وحين يعلن جلالته الملك أن الإرادة هي مستقبل عنوانه التميز وجوهره الإبداع منفتح على التغيير والتطوير يستوعب الأفكار الجديدة ويحتضن التنوع كان اطلاق رؤية الاقتصادية في حزيران رؤية تمتد لعقد من الزمن وتنفذ عبر مراحل ثلاث تتضمن مبادرات تتجاوز بعددها الثلاثمائة في قطاعات تتصدرها الزراعة والتكنولوجيا ولا تغيب عنها الطاقة المتجددة ولأن إصلاح القطاع العام جزء متمم لشطر الإصلاحات كان اطلاق خارطة الطريق لتحديث القطاع العام التي مثلت باكورتها سبع مكونات أساسية مثلت الأولوية القصوى وهي الخدمات الحكومية والإجراءات والهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسة وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية وكان الإطلاق رسميا لها مطلع شهر آب وفي ليلة غدر تسللت يد غاشمة عابثة لترد العميدة عبد الرزاق الدلبيح شهيدا ورفاق سلاح آخرين جرحا في محافظة معان فكانت الغضبة ملكية بأن لا مكان لمخرب بيننا وما أرد له أن يشق الصفوف كان الذاته ما زد في قوتها وصلابتها ومنعتها فتوحدت وصدحت الحناجر بأن للوطن العزة والرفعة وأن لا مكان للمخربين ولا التكفرين بيننا وسريعا قال رجال الأمن العام كلماتهم الصادقة ونفذوا وعدهم العادل لتقودهم هذه الأدلة وتلك البراهين لخلية تكفيرية ضالة مضللة ارتضت أن تبتد يدها الغاشمة فتسيل دم الأردنيين مداهمة صباحية للأشاوس أردت مشتبها به واحتقلت تسعة آخرين أعلنت أن لهذا الوطن رجال حملوا أرواحهم على أكفهم رجال صدقوا معاهد الله رجال يهللون بالشهادة فزفت الأردن ثلاثة شهداء آخرين ولم يكن لعام 2022 أن يزدل ستارته راحلا قبل أن يحمل موقفا أردنيا كما العادة يلبي نداء العربة حيثما صدح فالأردن استضف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي شهد مشاركة 12 دولة ومنظمات عربية وإسلامية وعالمية خلصت إلى التأكيد على وحدة واستقرار العراق ومكافحة الإرهاب هكذا هو الأردن يصنع الإنجازات ويعظمها ويباركها فلا يمر عام دون أن يسطر للتاريخ إرثا عظيما وخطوات رائدة وإنجازات خالدة